اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين مسيج معين انتو تحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانتو خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لالك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدان خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل اوكي رح نبرل ليش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس انك مربوط باشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مش مرتاح لالها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت عم تركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص ممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها او فيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك انت رافض عرض معين منه او رافض للبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجدي او طاقتك كتير مسكرة او يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك او شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس انه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب او الشريك تغيرات باساسات حياته ممكن يكون باساسات عائلته ممكن يكون ايضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية ايضا هالشخص متحفض على مشاعره وممكن يكون ايضا متحفض من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفض من يعني من الناحية العاطفية هالشخص في كتير اشياء بيحس فيها مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته او عن جميع ما بيحس فيها الشخص بشوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم الى الامام ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور انت بتشوف ايضا ان هالشخص بيخبي كتير دمون كارد هالكارد بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفظ باشية معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على انه يحكي معك او يصارحك على وضعه المادي عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء لانه هالكرت بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي فيه طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي في الظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة له لمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي قدت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربطوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين الى انكم تاخد خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عمشوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير فيه منافسة منافسة وكأنه يعني انتو هو بدك تشوف او بدكم انتو او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انتو اللي تكون متحكم بازدمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انو انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين عالامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار فيه اي اذا صار فيه بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك ياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها يصير فيه مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما فيه مرونة ما عمشوف فيه مرونة بينكم ايضا عمشوف انو بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عمشوف اغلبكم اه متل كانو بيختار يبعد انت وهو بتختاروا انو تبعدوا او تنفصلوا عن بعض او لحتى تتجنبوا يعني وجع الراس مثلا للبعض منكم لانو عمشوف العلاقة بينكم ماشي بستركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانو هاش شخص شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عمشوف الاغلبية منكم مع انكم بعلاقة ولكن فيه حدود بينك وبين هالشخص فيه دائما بعد فيه دائما distance يعني معينكم مع بعض ولكن مش عمشوفكم كتير مع بعض دائما فيه مساحة بينكم لانو نظرتكم الى العلاقة كتير تقليدية ممكن ايضا البعض منكم فيه طرف بالعلاقة بيشوف انو ما بده يستثمر او ما بده يحط مجهود الا لو كان اه مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا سوري يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانو هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن فيه طرف منكم بيشوف انو هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول انو تشافي حالك من الناحية العاطفية لانو عندك temperance card فانت عم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانو هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انو انت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانو عندك two of wands وtwo of swords فرح تنحط بمطرح انو بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانو رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم شوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انو وضعك المادي يزتهر اكتر ممكن يكون فيه تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني completion او اكتمال منه عندنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك عم شوفه مركز اكتر على جسدياته هالشخص ممكن هو فيه عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي لانه عم شوف انه فيه عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف فيه عنده عروض حب رح تقدم لإله هالشخص وفيه هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لإله كتير عروض حب ولكن عم شوف انه هو طريقة تحليله او طريقة تفكيره للامور طريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيئة في المستقبل لانه هو في وضع الاوبزرفيشن او في وضع المراقبة يعني جميع الاشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انه هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد وواحدة بها السعيد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او بتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بده اياه او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف طاقتكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لانه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الريضم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسولميت او في عندكم دروس كتير لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك six of cups six of cups يعني تحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عمشوف في عندك the world و death card فهال ثلاثة واربعة بهست فقط اربعة وراقب تحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبينها الشخص اه تصفية حسابات او دروس اه لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فانتو هو مع بعض يعني انتو هو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا يعني هالشخص او انتو مع بعض رحت عمشوف لانه هون في عندك بالماضي او مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك انه الوضع او ال structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عمشوف اي اشي تقليدي عمشوف مرونة كتير فبالغالبية انت وهالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة للك او بالنسبة لله وعمشوف انه في عندك مرونة اكتر انك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو ايضا والعكس صحيح انه هو بيتقبل ايضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعمشوف مرونة اكتر تفهم اكتر للوضع لانه بالمستقبل انت وهو رح تساعدوا بعض انه شوي تنضجوا او رح يصير بينكم الاثنين نضج من الناحية العقلية من الناحية لا فيه فهم اكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل ايضا عمشوف فيه عرض حب بينكم night of cups ففيه البعض منكم المنفصلين فيه رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن فيه نوع من الحديث رح يصير بينكم وفيه نوع من التواصل رح يصير بينكم لانه فيه عندك night of cups هون وبما انه فيه اشتياق للماضي فبتوقع ايضا رح يصير للاغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما او هاي هي الدورة الساكل اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا اشي معينة بالعلاقة اوكي حبايبي برج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكمنت شير وسبسكريب ان شاء الله رح يوفكم في فيديو خاصة